تحاصر الأزمات الاقتصادية حكومة السودان بطريقة لم تجد أمامها أي منفعة للتصريحات الإعلامية عن الاستقرار والنجاح الحكومي عندما تصطدم بواقع خدمين متهالك أنهك العراقيين واقتصاد زاد من تهاويه تداعيات الموازنة المالية غير ناجحة باعتراف نواب ومسؤولين وفيما استقبل السودان عهده بوعود لرفع قيمة الدنار العراقي أمام الدولار والتخلص من تبعات أزمة العملة في عهد الكاظمي إلا أن ذلك لم يتم ولم تصمد الإجراءات الترقيعية المالية أمام حجم الأزمة الكبير فبدأ الدنار بالتهاوي مجددا حتى إن برصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلت سعر بيع صرف بلغ نحو 1500 دينار مقابل كل دولار ولم تدم إجراءات رفع قيمة الدنار إلا بضعة أشهر ثم بدأت علامات الانهيار واضحة من خلال الارتفاع الجنوني لأسعار المواد في السوق ولسيما المستورد منها حيث تباع القطعة بقيمة مالية تقاس على احتساب الدولار الواحد بنحو 1500 دينار بينما السعر الرسمي لصرف الدولار الواحد بنحو 1300 يتزامن ذلك الارتفاع في سعر الصرف مع سحب يد مدير عام صرف الرافدين الحكومي وعدد من مديري الأقسام ومظفي المصرف من قبل وزارات المالية بسبب الفساد المالي في عمليات بيع العملة بينما تستمر عمليات التحايل المالي لتهريب الدولار بطوق مختلفة من العراق إلى إيران وسوريا ولبنان في غضون ذلك تحولت تصريحات المستشار التجاري للسفارة الإيرانية في بغداد عبدالأمير بيهاوي إلى استخدام الدنار بدلا من الدولار في التعامل التجاري بين العراق وإيران إلى موضع تساؤل وتهكم اقتصادي ووصف محللون كلامر بيهاوي بمحاولة إبعاد طهران عن دورها في التلاعب بالعملة وتهريب الدولار من العراق ويرى مراقبون أن النفوذ المالي الإيراني في العراق سبب رئيس في كل مشكلة اقتصادية يدفع المواطنون العراقيون ثمنها